اهلا من جديد رفضت وزارة الخارجية الروسية تصريحات الرئيس الامريكي التي دعا فيها موسكو لإعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا وكان الرئيس ترامب قد وصف ما فعلته روسيا عام 2014 بالغزو كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس أن بلاده غير مستعدة للتعاون العسكري مع روسيا يأتي ذلك بالتزامن مع الفضائح التي كشفت عنها وسائل إعلام أمريكية للاتصالات بين ترامب وروسيا محمد الدغيم وأكثر تفاصيل في هذا التقرير إذا كان موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيران بات واضحا كعين الشمس فإن موقفه تجاه روسيا ما زال متذبذبا فإدارته أصبحت اليوم تحت مجهر الإعلام الأمريكي الذي يكشف يوميا مزيدا من الفضائح لاتصالات سرية تجري أو جرت مع الروس كما أصبحت إدارته موضع شكل لدى الاستخبارات الأمريكية التي يهاجمها ترامب باستمرار خصوصا بعد الإطاحة بمستشاره للأمن القومي مايكل فلين الذي سببت اتصالاته شبهة قد تنعكس على شكل العلاقة المستقبلية بين روسيا وأمريكا ولعل ترامب يتجه إلى محاولة تبييض صفحته عبر التعامل بحزم وصرامة مع روسيا واتخاذ المزيد من الإجراءات ضدها في محاولة لنفي تهمة التقارب مع موسكو على حساب واشنطن وهذا ما قد بدأ بالفعل الرئيس الأمريكي اخترى شبه جزيرة القرم ساحة أولى للتبارز مع الروس حيث قامت موسكو بضمها لأراضيها عام 2014 ما دفع أمريكا والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على روسيا أوصلت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوياتها واليوم يفتح ترامب ملف شبه جزيرة القرم من جديد حيث طالب بإعادتها إلى أوكرانيا ليواجه طلبه برفض روسيا لتخلي عما أسمته جزءا من أراضيها ثم ليعاود ترامب الكلام متسائلا هل كان سلفه باراك أوباما لينا جدا مع روسيا عندما غزت شبه جزيرة القرم على حد تعبيره الرسائل التي يبعثها ترامب لم تتوقف عند هذا الحد حيث أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن بلاده ليست مستعدة حاليا للتعاون العسكري مع روسيا وهذا موقف يناقض تصريحات سابقة للأمريكيين تعهدوا فيها بالتعاون مع الروس في سوريا إلا أنهم في ذات الوقت قالوا إن السياسة الروسية في المنطقة تشكل خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية وتطرح هذه التصريحات علامات استفهام حول مستقبل العلاقات الأمريكية الروسية ونعكاساتها في عدد من الملفات خصوصا في سوريا ينضم إلينا لمناقشة هذا المحور الدكتور محمد الشرقاوي أكاديمي وباحث سياسي مباشرة من واشنطن مساء الخير وأجدد الترحيب بسرغي شاشكوف محلل عسكري عبر سكايب من موسكو أهلا بك من جديد دكتور شرقاوي هل نحن بالفعل أمام انقلاب في الموقف الأمريكي ضد روسيا يعني بمطالبتها بإعادة شبه جزيرة القرم ووصف ما فعلته روسيا بالغزو أم هو فقط انحناء يعني أمام العاصفة التي تضرب داخليا إدارة ترامب يمكن اعتبار تغريدة ترامب جزيرة القرم بمثابة تغريدة خارج صرب التصريحات والمواقف المعروفة عليه منذ كان مرشحا قبل سبعة أشهر قال وشدد بالقول على أن وضع جزيرة القرم هو مشكلة أوروبية وشدد على الخط الانعزالي له أنداك ما يبدو الآن أن ترامب يستخدم هذا التصريح الجديد وكأنه مناقض للإرادة في الكريملين لكي يخفف من الضغوط المتنامية عليه بسبب الشكوك حول علاقته بروسيا سواء بين أعضاء الكونغرس أو بين وسائل الإعلام التي تبحث الآن بشكل جديد في خبايا وتلفيف هذه العلاقة المريبة بل يذهب الكثيرون إلى القول أن هناك ما يخفيه ترامب في هذه المرحلة فيمكن باختصار القول أنها مناورة إعلامية أمام الرأي العام الأمريكي ولكنها لا تنعكس حقيقة إلى استراتيجية عسكرية أو إلى إجراء عملي لإخراج القوات الروسية من جزيرة القرم أو العودة بها إلى السيادة الأوكرانية فهذا ضمن الترسان الإعلامية وليس ضمن محططات وزارة الدفاع وكأنها فقط مجرد تغريدة ولكنها تغريدة لرئيس دولة عظمى الأكيد سيكون لتصريحات ترامب تبعات لن يستطيع التملص منها قادما حتى وزير الدفاع الأمريكي يقول بأن الولايات المتحدة ليست مستعدة للتعاون عسكريا مع روسيا لا يمكن أخذ تصريحات ترامب بنفس الجدية وبنفس الحزم الذي عهدناه بالنسبة لتصريحات الرؤساء الأمريكيين السابقين بداية بأوباما ونهاية بجورج واشنطن قبل أكثر من 250 عاما ترامب يحسن فن تدويب الأزمة في افتعال مواقف جديدة وافتعال أزمات أخرى فإن نبغي أن نضع هذا التصريح بشأن جزيرة القرم ضمن السياق الداخلي وضمن التفاعل بينه وبين الكونغرس من جهة وبينه وبين وكالات الاستخبارات الأمريكية التي أصبحت الآن تمرر بعض الوثائق وبعض المكالمات كما حدث بين السفير الروسي وبين مستشاره السابق للأمن القومي الجنر فلين فهو الآن يريد أن يظهر أمام الملأ أنه ليس مقربا وليست له علاقة ودية خاصة مع بوتن بل الأكثر من هذا هو الذي سوف يوقف هذا المد الروسي في أوكرانيا لكن السؤال كيف نفصل بينما هو مجرد أقوال ومناورات أمام الكاميرات وبينما هو خوضة استراتيجية محبكة وعلى رأس أولويات وزارة الدفاع ووزارة الخارجية في هذه المرحلة أميل إلى الاعتقاد أن الأمر يتعلق بالشق الأول مجرد مناورة لفظية يستهلك السلك العام ولاحظنا أنه حتى عندما وجه انتقاداته إلى إيران ووعد بالكثير بعد يومين لجأ إلى فرض عقوبات مالية على 12 شخصية و13 شركة تعمل في إيران وفي الصين وفي لبنان فلا يمكن أن نجدد قراءتنا لما يصدر من البيت الأبيض ليس كل ما ينطق به ترامب سيتحول إلى حقيقة ولا يرعب العالم لأنه يتدبدب بين الموقف ونقيده خلال 24 ساعة سيد شاشكوف هل بالفعل هي مناورة؟ هل بالفعل هي مجرد تصريحات إعلامية بروباجندا لغير؟ يعني ترامب طلب من روسيا إعادة القرم ووزارة الخارجية الروسية ردت فقط بنرفض لأنها من أراضينا الروسيا كيف ترى الأمر؟ إدارة ترامب أصبحت في الموقف السعب أول بعد تولى ترامب سلطته لأن المجتمع الأمريكي مشقوق وممزق وهناك طبقات قوية ومؤثرة تدغط على ترامب بغية إجباره على مواصلة النهج الكديم لإدارة الرئيس أوباما والمعلوم أن العلاقات الأمريكية الروسية في نهاية إدارة أوباما وصلت يعني هبتت إلى مستوى تجمد فلا شك في أن التصريحات الأخيرة لترامب عبارة مناورة بالفعل وهو مضطر على القيام بمثل هذه المناورات بأن هذا هي قوانين اللعبة السياسية فالتصريح الذي أدل به وزير الدفاع الجديد جنرال ماتيوس الذي قاله أنه لا يمكن الحوار مع روسيا إلا بموقف القوة فأيضا هناك تفسير واضح وبسيط جدا لهذا التصريح لأنه جنرال ماتيوس هو خادم سنين طويلة في المشاة البحرية وهو معروف كضبط عنيف وشديد والتصريحات مثل هذه هذا جزء من وجباته لأنه هو يرأس وزارة الحربية وهذا عبارة عن رسالة إلى الحلفاء الأوروبيين لأن هذا التصريح جاء في بلجيكا في برسلس لأنه سابقا ترامب قال أنه حلف الشمال الأطنسي هي منظمة عسكرية منقاردة فلا بد من تعديلها أو عدد بنائها ولا آخرية فالتصريح الأخير هذا من بنتغون الغاية منه تهدئة العواسم الأوروبية لا سيمة في الدول المشاركة في حلف شمال الأطنسي لا تسيل أنه المنظمة العسكرية الأوروبية هبتت إلى أدنى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية نعم نعم واضح دكتور شرقاوي يعني كما قلت هل يستطيع ترامب تذويب هذه الأزمة الداخلية التي تعصف بإدارته القضاء عليها خاصة هناك معطى أهم يعني وسائل الإعلام وحتى المخابرات الأمريكية وعية جدا تعرف الحقيقة يعني ليس بالسهولة أن ينطل عليها الأمر في هجوم ترامب على روسيا يبدو أن هناك انقصاما واضحا في الكونغرس بين دعاة ضرورة التحقيق وعلى أكبر مستوى بمعنى أن يتراجع وزير الدفاع الجديد جيف سيشن عن دور المحقق هو يتم تعيين محقق مستقل أو على الأقل تشكيل لجنة تشمل عضاء ديمقراطيين وجمهوريين في التحقيق في هذه المزاعم بشأن علاقته المريبة مع روسيا هناك في المقابل محافظون وحتى بعض الإعلاميين ممن ينادون بأن المسألة تنتهي عند إقالة مستشار الأمن القومي الجنرال فلين فالمسألة الآن نحن بمتابة رأس الجبل ولم ننظر إلى بقية الجبل تحت الماء ويبدو كما يقول المثل The tip of the iceberg بمعنى أن وسائل الإعلام والمعارضين لسياسات ترامب هم متمسكون بالتحقيق حتى أبعا لماذا ينبغي أن أضيف جملة مهمة الآن إذا حاولنا قياس تصريحات ترامب على قاعدة ما هو تابت وما هو متحول في السياسة الخارجية كل الموضوعات تقبل للتغير والتحول لكن التابت الوحيد هو حرصه على أن تظل العلاقات بين البيت الأبيض والكريملين علاقة إيجابية للغاية ومن هنا يستطيع أن يروج وأن يستخدم كل الحجج وكل بل حتى أن يظهر كما لاحظنا قبل قليل خلال المؤتمر الصحفي يستطيع فتح حرب جديدة على الإعلام حتى لا يسأل عن هذه العلاقة ويصبح هو هجوميا أكثر منه دفاعيا أو تبريريا لتلك الشكوك بشأن البيت الأبيض وروسيا في هذه المرحلة دكتور شرقاوي إذا كان فعلا ما يصرح به ترامب هو انقلاب على روسيا وعلاقاته بروسيا سؤال هنا عن مستقبل العلاقة الروسية الأمريكية فيما يتعلق بالملف السوري اليوم هناك غياب واضح وتام للولايات المتحدة الأمريكية فيما يجري بالنسبة للملف السوري كيف ترى مستقبل أو واقع هذه العلاقة وكيف تنعكس على الملف السوري لا أعتقد أن تصريح ترامب هو بمتابة انقلاب على مواقفه المعلنة بل ينبغي أن نعي أنه ينطلق من قناعات ما يعرف بالواقعية السياسية بمعنى أن الغاية تبرر الوسيلة يلجأ إلى استخدام أي أدوات إعلامية أو أي استراتيجيات حتى وإن كان هناك تناقض فيما بينها لأنها من أدوات إدارة الأزمات والخروج من دوامة الضغط الآن بالنسبة للموضوع الأزمة السورية بالخصوص يبدو أن ترامب يعول كثيرا على المساعدة الروسية في مواجهة داعش وبالتالي تصريف إدارة أو إدارة أزمة سوريا بشكل غير مباشر هو لا يمانع في تقاسم المتاعب وأيضا تقاسم المكاسب في سوريا وفي العراق ليست لدي خطة محددة للخروج من الوضع الإنساني المتردي أو من قتل المدنيين أو من تشرد اللاجئين لا يكتلت بهذا بل ينظر إلى اللاجئين السوريين وكأنهم مشاريع إرهابية لا يريد أن يرها في الأراضي الأمريكية فهذا موشر واضح أين يقف ترامب من الأزمة السورية لكن من الناحية الاستراتيجية هو رجل يمد يده إلى بوتن ويريد أن تكون الشرق الأوسط ضمن المناطق التي يجد فيها نوع من التوازن بينه وبين الكريملين بمعنى أن التنافس الذي كان للولايات المتحدة كقوة عظمى هزمت الاتحاد السوفيتي خلال حرب الباردة الآن يعيد صفحة جديدة إلى هذه العلاقات بمعنى تقاسم هذه العربة وقد يفتعل أحيانا ما يبدو أنه حرب جديدة بينه وبالكريملين لكن مصالحه ومستقبله السياسية توقف على الحفاظ على هذه النبرة الإيجابية مع الكريملين ومع الكريملين بالتحديد أكثر من أي عاصمة أخرى شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي أكاديمي وبحث سياسي من واشنطن كنت معنا وشكرا لسرغي شاشكوف المحلل العسكري عبر سكاين كنت معنا من موسكو شكرا جزيلا لكم مشاهدين على طيبة المتابعة دمتم في أمانيلا اشتركوا في القناة